ما هي الرؤية التي طرحتموها كأعيان ومشايخ ووجهاء القبائل في ليبيا؟ أولاً نشكر إذاعتكم الموقرة وإذاعتكم المميزة التي نحن من مشاهديها في فترات عديدة في الأخبار السياسية والاجتماعية وكل الأخبار على ليبيا كانت في هذه الإذاعة التي الآن نسمع فيها ونشاهد فيها عبر القنوات الشيء الآخر نحن اليوم ضيوف جايين للمصر ونحتبر في مصر بيتنا وهلنا وخوتنا وعربنا ومصاهرة ونسب ودم ولحم بيننا فدائماً في هذه الرؤية التي ذكرتها في مقدمتك الرائعة الجميلة أننا بليبيا الآن نمر بمرحلة صعبة جداً من الاستعمار التركي البغيظ ومن العصابات الإجرامية ومن الخونة ومن الناس اللي الآن يتكالبوا على ثروات الشعب الليبي نحن ما عندناش سند مهم إلا الشعب المصري إلا القوات المسلحة المصرية إلا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صرح في براني أكثر من مرة أن سيرت والجفرة خط أحمر وقالها وكان عند حسن قولة والآن كررها اليوم في القاهرة عندما اجتمعت القفائل العربية الليبية بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رب يطول في عمره إن شاء الله اليوم قالها وصرحها لأكثر من مرة قال هذا ما زلنا نحن في كلامنا وما زلنا نحن مستعدين لنداء الشعب الليبي الشعب الليبي متمثل في مجلس النواب وقال السيد عقيلة صالح في مجلس النواب إن نحن تعتبر دعوة للجيش المصري بالدفاع على ليبيا لأن الحدود مشتركة ولأن الوضع العربي الحقيقة نحن نمر بأزمة شديدة شديدة جدا الآن الناس متكلبين علينا الناس يعني شوف هم يقولوا وإذا دعت الحاجة إلى ذلك لا دعت الحاجة هي إلى ذلك ما فيش دعت الحاجة إلى ذلك نحن مستحقين الآن للجيش المصري أن يأتي ليدافع على مصر ويدافع على ليبيا وهذا شيء مش غريب على المصريين أيام لا تراك وأيام الطليان في عام 1931 جاءوا الليبيين هنا بعد أن غزتنا إيطاليا واحتضنتم مصر وربتم مصر وشجعتم مصر وكونوا الجيش للملك دريس التنوسي هنا في مصر ترجمة نانسي قنقر